سير صايب عضو لجنة متابعة سير حاج 2016 ومفتش مركزي بوزارة شؤون الدينية والأوقاف أهلا بك دكتور أهلا وسهلا وبرك الله بكم على الاستضافة الجديدة شكرا جزيلا لك إذن قمنا بنقل مباشر من جدة وتابعنا أراء الحجاج الجزائريين وكذلك قبل قليل قمنا بنقل مباشر لوصول الرحلة الأولى للحجاج الجزائريين الكل استحسن البعثة الجزائرية لسنة 2016 لكن قبل أن نتحدث عن تقييمكم لهذا الموسم تبعنا كذلك هناك عدد من الحجاج الجزائريين متواجدين بالمستشفيات في السعودية كيف هي متبعتكم لهم وكيف يتم التنصيق بينكم أنتم كلجنة هنا في الجزائر والهيئة الطبية على مساوى مركز مكة أبس دعنا تقدم بجزيرة شكر لقناة النهار على اهتمام البالغ بملف الحجز وبالحجاج شكرا جزيلا فيما يخص المتابعة اللصيقة للبعثة الطبية خاصة المركز العام المتواجد بمركز مكة المكرمة في أفواج تتداول على ما تبقى من حجاج الميامين المرضى على مستوى مستشفيات مكة المكرمة لأن حالتهم الصحية تقتضي بقائهم مدة ممكن زيادة التي كان يفترض أن يبقوا فيها تحت العناية مركزة والعلاج والمتابعة فالحمد لله العدد قليل جدا وكيف تتواصلون دكتور محمد إيدير كيف تتواصلون مع المواطنين هنا في الجزائر نحن نتواصل مع هيئات المتابعة الموجودة على مستوى خاصة مركز مكة ومع الهيئات الطبية خاصة رؤساء الفروع الطبية بالنسبة لمكة والمدينة المنورة هم الذين يحرسون على إفادتنا بكل تفاصيل ما هو موجود ونتواصل أيضا جديد هذا العام نتواصل مع الأهالي الذين يتصرون بنا ونبلغهم آخر الأخبار ومستجد عن حالات الحجاج الذين هم في المستشفيات في حالة مرضية نعم دكتور بصراحة كيف تقيمون أو كيف هو تقييمكم الشخصية حول أداء البعثة الجزائرية لموسم حجة 2016 هو تقييم تقريبا مختصص مع الوزير الشؤون الدينية ولكن تقييم الأولي هو أن هذا العام الأداء كان جد ومقبول وسجل تحسنا ملحوظا من حيث الإقامة ومن حيث الإعاشة ومحيث الإقامة في المشاعر في عرفة وفي مينان والدليل على ذلك مع هذا بعض النقائص التي يمكن أن لا تذكر ومع ذلك نجد أن الأريحية والارتياح مسجل عند أغلبية حجاجنا والدليل عن ذلك تصريحاتهم بمجرد وصولهم إلى مطار هواري بومجيس شكرا جزيلا لك دكتور محمد إدير صايب أعوض لجنة متابعة سير حج 2016 ومفتش مركزي بوزارة شؤون الدينية والأوقاف ترجمة نانسي قنقر